النهاردة هنأخذك في جولة فنية لأحدث الأخبار عن شهر نوفمبر 2022 اللي احنا فيه وهنعرف مع بعض آخر أخبار المسلسلات الرمضانية وآخر أخبار نجوم السينما يلا نبدأ مع بعض أول خبر معنا زي ما حاركوا شايفين ده بوستر فيلم عاشق لبطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد وإخراج عمري صلاح الفيلم كان هيعرض خلال الشهر بس تم تأجيله لشهر يناير 2023 الخبر بعد كده اللي معانا منفاجأة للناس كلها طبعا مسلسل موضوع عائلي الموسم الثاني بعد نجاح الموسم الأولاني اللي كلنا استمتعنا به ومجد الكدواني كان عامل أحسن أدواره كان مسلسل الجزء الثاني خلاص هيتعرض في يناير 2023 في نفس أبطال الجزء الأول بتم إضافة لهم النجمة اللبنانية نور والنجم محمد شاهين وهيتم عرضه على منصة شاهد الخبر بعد كده الحصر اللي معانا هو خبر خاص بفيلم جروب الماميز اللي تم الإعلان عنه أنه هو خلاص هينزل السينمات يوم 28 ديسمبر والفيلم بطولة روبي ويسرى اللوزي وريم مصطفى ودارين حداد ومحمد صروت ومحمود حافظ وبيوم وفايد الفيلم تأليف أهاب بليبل وغاد عبد العال وإخراج عمر صلاح مازلنا في أخبار السينما وأخبار الأفلام الجديدة وفيلمنا دلوقتي فيلم يوم 13 اللي تم الإعلان من كبال صناع على أنه أول فيلم مصري سري دي طبعا واضح من البوستر أنه هيكون فيلم رعب فيلم رعب وسري دي فطبعا هيبقى تجربة جديدة وطبعا إنتاج شركة أوسكار الشركة الشهيرة طبعا بطولة النجوم أحمد داود وشريف مونير ودينا الشربيني نتمنى أن الفيلم يكون على مستوى الحدث فعلا ويكون فيلم رعب فعلا ويكون فيلم سري دي فعلا هلننتظر وهنشوف يوم 28 ديسمبر مش بعيد الخبر بقى المفاجأ اللي معانا بعد كده هو الفيلم الكوميدي بيت الروبي الفيلم هيكون إخراج المقرج الكبير بيت هر ميمي اللي سبق وتعاون مع كريم محمود عبدالعزيز ومع منا شلب في فيلم من أجل زيكو اللي حقق نجاح كبير في السينمات المرة دي هيكون فيلم بيت الروبي بطولة كريم محمود عبدالعزيز وكريم عبدالعزيز ومنا شلب وهيكون فيلم لايت كومي دي برد الفيلم مفروض هيبدأه تصويره خلال الايام الجاية مفروض أنه هيتم عرضه في عيد الأطحى 2023 لكن بعد أزمة منا شلب الأخيرة هل فعلا هتبدأ تصوير ولا هيكون عندها مشكلة في بداية التصوير ده اللي هنعرفه خلال اليام الجاية وهنتبعكم معنا الخبر برضو الحصر اللي معنا بعد كده خبر خاص بالأفلام برضو بالسينما النجم محمد عادل إمام بعد نجاح فيلم عمهم هيبدأ تصوير فيلمه الجديد فيلم أبو نسب هيبقى من إخراج أخوه رامي عادل إمام ولسه بيختاروا بقى أبطال العمل وعلى ذكر المشاريع السينمائية الجديدة فالنجم تامر حسني بيحضر مشروع سينمائي جديد هيبقى من تأليفه وإنتاجه بس مش من إخراجه الإخراج المراجي اللي صارى وفيق اللي أخرجت له فيلم مش أنا وبيختاروا حالياً أبطال العمل اللي هيشاركه تامر حسني البطولة والفيلم المفترض عرضه خلال موسم السيف في 2023 ومازلنا مع أكبار السينما المصرية المراجي لخبر خاص بالنجمة زينة والنجمة غادة عبد الرازق اللي اتعقده على بطولة فيلم مشترك ما بينهم فيلم رمش عين هيكون من تأليف محمد مبروك وإخراج حازم فودة وهيتم عرضه في 2023 المراتي احنا مع مفاجأة كبيرة مسلسل اللعبة الجزء الرابع اللي هيبدأ تصويره خلال الأسبوع اللي احنا فيه وهيتم عرضه خلال شهر يناير القادم 2023 المسلسل الكوميدي للتلاتة اجزاء اللي فاتوا حققه ونجاح كبير وباهر والناس بقيت تستنى شهر يناير عشان تتفرج على الجزء الجديد من المسلسل اللعبة انتوا على موعد مع الجزء الرابع ان شاء الله في يناير 2023 ونرجع لأخبار السينما تاني وبدأ تصوير فيلم ليلة استقالة مجرم من بطولة امير كرارة وباسم صمرة ومحمد عبد الرحمن وياسمين صبري ومن تأليف اهاب واخراج حسين المنباوي وهيتم عرضه في سيف الفين تلاتة وعشرين الخبر بعد كده اللي معانا خاص بمسلسلات رمضان والدراما الرمضانية السنة دي هيكون فيه جزء جديد من المسلسل الكبير قوي الجزء السابع بعد نجاح الكبير اللي حققه الجزء السادس في رمضان اللي فات وشخصية مربوحة اللي كل الناس ارتبطت بيها هيكون نفس ابطال الجزء السادس هيعمله الجزء السابع كمان معانا خبر مفرح كده لعشاء السينما والافلام الاجنبي بقى متاح على المواقع التحميل فيلم بلاك ادم الفيلم طبعا النجم الكبير زاروك والفيلم من انتاج شركة دي سي والفيلم نوعيته اكشن كوميدي وطبعا فيه مغامرات وفيه شخصية من شخصيات دي سي كمان بيشارك زاروك بطولة الفيلم بريس بروسونان النجم الشهير طبعا كمان بقى متاح على مواقع التحميل فيلم تيكت تو باراديز بطولة النجوم جوريا روبرتس وجورج كلوني فيلم حقا نجاح كبير في عرضه في السينما فيلم لايت كوميدي هتستمتعوا بيه حملوه وتفرجو عليه دي كانت جولتنا الاحدث الاخبار الفنية اتمنى تكونوا استمتعتوا بيها واستفدتوا منها واعرفتوا اخبار نجومكم اتمنى ان انتم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلوكم كل فيديوهاتنا وكل اخبارنا الحصرية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته